مشاهدين الكرام في كل مكان نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعية عبر الكتاب زي ما احنا بنبدأ بقالنا فترة كل حلقة بنحاول نذكر حضراتكم بحدث مهم هيكون يوم 18 نوفمبر في هذا الشهر وهو اليوم العالمي للصلاة من أجل العابرين من خلفية إسلامية الذين عارفوا يسوع المسيح وتحت شعار أنت لست وحدك هيكون هذا اليوم في صلوات وفي رفعة الباط وتضرعات من أجل حياة العابرين ومن أجل احتياجاتهم ومن أجل أيضا نموهم في معرفة الرب يسوع ومن أجل أيضا خدمتهم واستخدام الرب لهم وبهذه المناسبة عندنا فيديو بنذكر أيضا حضراتكم من خلال هذا الفيديو بهذا اليوم فخلينا نشوف الفيديو المتعلق بيوم الصلاة العالمي من أجل العابرين ونرجع نكمل حلقتنا 18 نوفمبر 2020 رح يكون اليوم العالمي للصلاة لأجل المؤمنين بالمسيح من خلفية إسلامية اللي هو أنا واحد أيضا منهم ونحن كتار في هذا العالم عايزين ندعيك أنك تشارك في الصلاة معنا ولأجلنا ولأجل كل المؤمنين بالمسيح وعايزين نقولك من داخل أعماب قلوبنا أنت مش وحدك آمين نحب حضراتكم طبعا تشتركوا معنا في هذا اليوم وياريت تسجلوا هذا التاريخ وتفتكروه وإحنا نحاول نذكركم بي باستمرار حتى يبارك الرب كل صلاة ويستجيب لكل طلبة ترفع من أجل إخواتنا العابرين موضوع حالية النهاردة هو أخطاء دكتور منقذ السقار وده الجزء الرابع دكتور منقذ السقار في رده على ردودي عليه ارتكب أخطاء كثيرة متعلقة بالإيمان المسيحي وبالعقيدة المسيحية وتناول نصوص وقدمها ليؤكد من خلالها أن يعني العقيدة المسيحية ليس كما نحن نفهمها بل قدم تصوره هو وهذا التصور طبعا تصور خاطئ لأهم الحقائق المتعلقة بالعقيدة المسيحية بدأت الإسبوع اللي فات كنت بتكلم عن مفاهيم خاطئة متعلقة بمحبة الله ولماذا جاء المسيح وأهل جاء المسيح من أجل خلاص الإنسان بالموت وبالقيامة أم أن المسيح جاء من أجل أنه مجرد يقدم تعليم للعالم وتكون هذه هي رسالته بدأت في الحديث المرة اللي فاتت عن محبة الله وعن موضوع محبة الله لكن ما قدرناش نحن نخلص تناولنا لهذه الحقيقة المهمة في إيماننا المسيحي بسبب التليفونات فالنهاردة حابب أخذ الجزء الأولاني أن أنا أقدم فيه رد واضح جدا عن معنى ماذا نعني بمحبة الله ولماذا التركيز في الإيمان المسيحي على محبة الله وهل التركيز في الإيمان المسيحي على محبة الله بيلغي حقيقة كون الله أنه يغضب على الخطيئة ويدين الخطيئة أم أن محبة الله هي تعتبر استهانة بالخطيئة واستهانة بديننته كإله عادل وقدوس على الخطيئة فخلينا نشوف الفيديو بتاع الدكتور منقز اللي بيتكلم فيه عن تعليقه على أنه إحنا يعني بنتكلم عن محبة الله ودي ليست كل الحقيقة فأنه إحنا بنظلم الله بهذا الأمر وإي يعني محبة الله محبة الله محبة الله ما الإسلام أيضا فيه محبة الله لكن هنشوف الفيديو ده ونرجع نعلق على كلام الدكتور منقز ونقدم المفهوم الكتابي عن محبة الله إذن الله بحسب جناب القص يحب ويحب ويحب إلى النهاية هذا الكلام جناب القص يستطيع أن يقوله كل أحد يستطيع البوذي أن يقول مثل هذا الكلام يستطيع المسلم أن يقول مثل هذا الكلام يستطيع اليهودي أن يقول مثل هذا الكلام الله محب 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 الحقيقة أن الله عز وجل وفق كل الأديان بما فيها المسيحية يحب ويبغل والكلام الذي يردده القصص في الكنيسة للناس الله محبة الله محبة الله محبة هذا الكلام يشكل نصف الحقيقة لأن النصف الآخر أيضا بأن الله منتقب وبأن الله يبغل كما هو الحال في الإسلام فعندما يقال عن الإسلام بأن الإسلام يقدم الله الذي يبغل والمسيحية يقدم الله الذي يحب هذه في الحقيقة مغالطة وهو نوع من الكذب والاستخفاف بالناس فإن الله عز وجل في الإسلام يحب أيضا الله عز وجل يحب من يستحق المحبة ويبغل تبارك وتعالى من هو مستحق للقر وهذا الأمر موجود في الإسلام وموجود أيضا في المسيحية مع فارق وحيد أننا في الإسلام نقول في المسجد للناس بأن الله يحب ويبغل بينما في الكنيسة جناب القص يقول الله يحب ويحب ويحب طيب ده اللي بيقدمه الدكتور منكس وأول تعليق لي على ما يقدمه الدكتور منكس بهذا الأمر ما هو إلا سوء فهم وعدم فهم للإيمان المسيحي يعني إيه محبة الله وهبدأ يا دكتور منكس ببعض الملاحظات وحبي بحطها على الشاشة واحدة واحدة عشان نمشي فيها واحدة واحدة يبدو على أن الدكتور منكس لم يقرأ عن اللاهوت المسيحي ولم يقرأ عن محبة الله وماذا نقصد بمحبة الله فهو يرى أنه إحنا بنقول الله يحب ويحب ويحب ومحبة الله هذه هي نصف الحقيقة ولا نقدم الحقيقة الأخرى فهل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا الكلام يتماشى كتابيا مع ما نؤمن به نحن كمسيحيين عن محبة الله؟ أما أن الدكتور منكس يقدم مفهومه المشوش والمشوه عن محبة الله أبدأ أقول من حقك يا دكتور منكس تغضب من هذه الحقيقة فعندما نقرأ عن حياة المسيح وعندما نقرأ الأناجيل لا نتقابل إلا مع الله المحب من حقك تكرهها لأنه عندما تقرأ أيضا القرآن وعندما تتقابل مع إله الإسلام فأنت ترى صورة مختلفة الإله الذي يبغد ويرفد ويحب فقط الصالحين زي ما العين المريضة يا دكتور منكس بتكره نور الشمس فأنا عزرك عزرك على أن أنت مش قابل هذه الحقيقة لكن كمان يا دكتور منكس ما تقوله عن محبة الله ينم بكل بساطة لأي شخص مسيحي فاهم الكتاب المؤدس وعارف الإيمان المسيحي ما تقدمه ينم عن عدم فهم وإدراك للإيمان المسيحي كله كلام ده يا دكتور منكس زي ما قلت لحضرتك ينفع يتقال في أعداد مصاتب لكن ما ينفعش يتناقش من وجهة نظر كتابية ولاهوتية فعلاً اللي أنت بتقوله يصدم أي شخص فاهم الكتاب المؤدس وفاهم يعني إيه محبة الله من منظور كتابي ولاهوتي الحقيقة التي تعلمها يا دكتور منكس لكنك لا تريد أن تعلنها أن حقيقة غضب الله في الإيمان المسيحي على الخطية معلنة من أول صفحات الكتاب المؤدس إلى آخر صفحات في الكتاب المؤدس فبراهين غضب الله وديننته على الخطية موجودة بكل وضوح في الكتاب المؤدس من أول صفحات عندما لعن الله الحية وعندما أيضاً لعن الله الأرض وعندما عاقب الله الإنسان آدم وحوة ودردهما خارج الجنة وأعلن الله ديننته على الخطية من أول أصحاح ستة عندما أعلن الله غضبه على خطية الإنسان وأدان الأرض بالطفان ومن أصحاح عشرة عندما أعلن الله أيضاً أصحاح حداشرة عندما أعلن الله أيضاً ديننته على بابل ومن أصحاح تسعتاشر عندما أعلن الله أيضاً ديننته على سدو معمورة ومن أيضاً أباقي التوراة عندما أعلن الله ديننته على شعوب كنعين بسبب خطيها ورفضها للتوبة والرجوع للرب وعندما أعلن الله أيضا ديننته على شعبه عندما سبى وجعل شعبه يسبى من أشور ومن بابل كل الكتاب يا دكتور منقز بيتكلم عن حقيقة مهمة جدا جدا أن الله قدوس يكره ويبغد ويدين الخطيئة فما تعلن أنت يا دكتور منقز كلام لا يتماشى مع أي واحد بيقرأ الكتير معدس بل أساس لو أنت بقى يعني فهمت يعني الصليب بل أساس الصليب هو دينونة الله للخطيئة فلو لم يدن الله الخطيئة لما جاء المسيح فجاء المسيح لكي ما يحمل عقاب خطيانا لأن أجرة الخطيئة موت فجزء أساسي من فهمنا لصليب المسيح بل من جوهر الإيمان المسيحي بصليب المسيح هو أن الله يدين الخطيئة فالصليب أعلن عدل الله في كماله وأعلن أيضا محبة الله في كمالها الحق والرحمة اللي اتنين تلاقوا في الصليب فإحنا لما نتكلم عن محبة الله يا دكتور مونكز مش بنلغي أن الله ديان ومش بنلغي أن الله بيغضب وأن الله بيدين الخطيئة المفروض أن أنت دارس مقارنة أديان والمفروض أن أنت تفهم العقيدة المسيحية كما نفهمها نحن لا أن تفتاري عليها ولا أن تشوهها ولا أن تقدم مفهوم يعني غير صحيح عنها لكن محبة الله أعلنت لنا في الصليب الذي أيضا فيه أعلن الله بره وديننته على خطيئة الإنسان طيب القول بأن الله محبة لا يلغي أبدا حقيقة كون الله قدوس ويكره الخطيئة اسأل أي مسيح يا دكتور مونكز لما بنقول أن الله محبة ده مش معناه أن الله لا يغضب ولا يدين الخطيئة أنا معرفش أنت جبت المفهوم ده مني أنت بس حابب ترد لكن حتى في ردك يا دكتور مونكز أنت مش بتقدم الإيمان المسيحي كما نفهمه وكما نؤمن به نحن أنت بتقدم مجرد ناقد شخصي مبني على فهم ناقص للعقائد المسيحية الحديث عن محبة الله يا دكتور مونكز بيبدأ من نقطة أساسية وجوهرية في الإيمان المسيحي وهي ماذا فعل الله من أجل خلاص الإنسان الخاطئ دي نقطة الجوهرية ونقطة الاختلاف اللي بتفرق ما بين النور والظلمة في الإسلام أنت ما عندكش الإجابة دي لكن في الإيمان المسيحي عندنا السؤال ده جوهري والكتاب المؤدس بيقدم لنا الإجابة عليه ماذا فعل الله من أجل خلاص الإنسان من أول ما الإنسان أخطأ هل الله طردهم برا الجنة بس أم أن الله صنع لهم أقمصة من جلد من أول ما الإنسان أخطأ هل الله أدان العالم فقط بالتفان أم أن الله دبر فلك لنوح والأسرته من أول ما شعب إسرائيل يخطئ هل الله فقط يتركهم في خطاياهم أم أن الله أيضا يدبر للإنسان الخاطئ الوسيلة التي بها يستطيع أن يقترب إليه مرة تانية اسمها الكفارة يا دكتور مونكس عشان كده عندنا في العهد الأديم خيمة الاجتماع وحل مكانها بعد كده الهيكل وعشان كده عندنا نظام الزبائح كلها التي ترمز إلى الكفارة وتشير إليها وعندنا سفك الدم وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة عندنا كل هذه الحقائق يا دكتور مونكس فالنقطة الأساسية في إيماننا المسيحي ماذا فعل الله من أجل خلاص الإنسان الخاطئ في الإيمان الإسلامي أنت ما عندكش السؤال ده وغير مهتم أنك تجيب عليه أما في الإيمان المسيحي فالسؤال ده سؤال جوهري هل الله واقف من بعيد يتفرج على الإنسان الخاطئ أم أن الله يتدخل لخلاصه وهنا جوهر محبة الله بيعلن يا دكتور مونكس كيف أعلن الله محبته ده السؤال اللي احنا بنسأله كيف أعلن الله محبته للإنسان أنه عمله خلقه ماشي بيهتم بأكله شربه كي وبعدين كيف أعلن الله محبته للإنسان لو أنت كمسلم بتقول لي أن الله محبه أيضا في الإسلام فنحن نتحدث في الإسلام عن محبة الله أقول لي ما هي برهين محبة الله كما تفهمها أنت إحنا عندنا بقى برهان محبة الله واضح وصريح لأن الله أعلن محبته لنا شوف يا دكتور مونكس الله أعلن محبته للبشر بتجسد الكلمة الأزلي شخص يسوع المسيح عندما أتى في ملء الزمان ودخل إلى علمنا وبدأ الإنسان يدرك أن الله ليس ببعيد بل هو عما نئيل الله معنا أتى إلينا أتى من أجل خلصنا وفدأنا فتجسد المسيح هو إعلان واضح مرئي ملموس عن محبة الله خدمة الرب يسوع خدمة الرب يسوع كانت إعلان مباشر عن محبة الله للإنسان في كل ما صنع يسوع المسيح شفى مرضى أقام موتى أشبع الجياع شفى البرس كل اللي عمله يسوع كان إعلان لمحبة الله العالم كان بيرى أن الله محبة الله يستطيع أن يتفاعل مع احتياجتنا وألمنا لكن هذه المحبة أعلنت بصورة واضحة في صليب المسيح هكمل مع حضرتك الجزء ده لكن هاخد مدخلة وأرجع أكمل الحقيقة دي ألو الأخ محمد ألو مساء النور أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بيك أنا عندي مشاركة عندي مشاركة مع حضرتك في موضوع الحلقة اتفضل بس أرجو نحوك بس تديني بعض الوقت حاضر لو في نفس الموضوع هدي لك وقتك اتفضل هو في نفس الموضوع حضرتك بتتكلم عن المحبة في الإيمان المسيحي وذكرت أن الله أعلن هذه المحبة من أول سفر التكوين من أول ما آدم أخطأ ولعن الأرض الرب وقال لآدم ملعونة الأرض بسببك بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك إلى آخر ما ورد من عقوبات على آدم في سفر التكوين الحقيقة أنا أريد أستفسر عن بعض الأمور منها أن هذا هذا الخطأ الذي ارتكبه آدم أبونا آدم حصل بناء عليه شيء يحتاج إلى تفسير من حضراتكم في الإيمان المسيحي وهو أن كل النسط البشري ولد في خطية وذنب وعقاب ليس له دخل فيه حتى ولو كان عمر الإنسان يوما على الأرض فهو تحت قصاص الموت قصاص الموت ليس معناه فقط مفارقة الروح الجسد ولكن الإنسان إذا مات دون المعمودية فمصيره إلى الهلاك ومصيره إلى بحيرة المر الكبريد السؤال الآن ما ذنب الإنسان يولد بخطية لم يرتكبه دي النقطة الأولى النقطة التانية في العهد الجديد الرب ذكر أو الكتاب الإنجيل ذكر أن الرب لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا جميعا الحقيقة بذل الرب لابنه كان فيه علامات استفهام عليه لأن إحنا عارفين إن كان فيه من يسمى بالمشتكي الشيطان هذا الشيطان لم يجعل للرب الحرية في أن يرحم من يشاء ويغفر لمن يشاء دون تقديم قربان فهل نفهم من هذا أن الرب قدم ابنه قربانا للشيطان المشتكي على المؤمنين أمام الله دية النقطة النقطة الثانية النقطة الثالثة إبليس نحن نقرأ في الكتاب في العهد القديم وأيضا في العهد الجديد نجد إن إبليس حسب ما ورد في أشعية وحزقيان فعل خطية شديدة جدا تجاه الرب لكن إحنا برضو بنقرأ في الكتاب إن رغم هذه الخطية اللي هي يضع كرسيه فوق جبل الاجتماع ويصير مثل العلي إلى غير ذلك نجد إن إبليس عادي جدا إن هو بيدخل السماوات وبيقص بين أبناء الله زي ما ورد في صفر أيوب وبيتكلم مع الرب بأسلوب لا يليق ليس ممانكم من ملوك الأرض ولكن بشخصية بسيطة ليس الله عز وجل نجد إن إبليس يتكلم مع الرب بأسلوب مهين جدا حسب ما ورد في صفر أيوب الإصحاح الأول والرب يسمع منه ويقول له كلاما عجيبا يقول له هيجتني على أيوب واجعلت قلبك على عبدي أيوب واستجاب له بعد ذلك لما قال له سلمه لي للتجربة فمن أين لإبليس الشرير الذي أخطأ هذا الخطأ العظيم أن يقف في محضر الله من سمح لي أنه يقف في محضر الله ويتكلم مع الله بهذه الطريقة المهينة ويهين الله أمام الملائكة أحب أسمع من حضرتك وأنا الحقيقة يعني اسمح لي آخر كلمة عايز أقولها أنا أولا شاكر جدا لإتاحة الفرصة لا لا أبدا وأرجو أرجو أرجو أن حضرتك إن شاء الله لو أمكن تتيش لنا الفرصة أن نحن نعمل حوار مع بعض في موضوعات شتى أوكي أشكرك أولا لأجل اتصالك وبالتأكيد خليني الأول أخذ أول سؤال ما زنب نسل آدم ده سؤالك الشخصي إن آدم أخطأ ماشي وربنا عقبه ما زنبه أولا كلنا عارفين كويس إنه رأس العيلة رأس العيلة مهم جدا في كل التركيب العيلة اللي جاي بعديه وقراراته بتؤثر سامهاو في اللي بعديه سواء أولاده أو أحفاده وكلنا ممكن حضرتك بردو لغتك مصرية عارف إنه إحنا بنجني كمصريين ما قد زرعوا لينا القادة من يعني من جمال عبد الناصر لسادات لحسني لغيره 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 نحن في بلدنا بنجني هذه السمار النهاردة فأنا هتخيل هحاول أشرح لحضرتك تخيل إن أنت فيه عداء مع والدك واختلفت معاه وتعديت عليه تعديت عليه وتعديت على حقوقه وأهنته بأفعال مشينة وقررت إن أنت تاخد بعضك وتهاجر وجيت إلى أمريكا وإنت جواك هذا هي المرارة تجاه والدك والعلاقة بينكم مقطوعة وبعدين جبت جوست وجبت أولاد وأولادك دول اتولدوا في موقف العداء من جدهم في موقف العداء من الجد ورثوا عنك هذا العداء أنا مش بقول إنها جينات لكن it's a position it's a مكانة هذه المكانة اللي وجدوا فيها هي مكانة العداء عشان كده حتى الكتال المؤدس بيقول لنا إن إحنا إحنا أعداء لله إحنا عادينا الله إحنا في موقف العداء من الله ما فيش بينا وبين الله أي علاقة إحنا غرباء كويس فاللي إحنا بنتكلم عنه إنه مش نسل آدم ورث جينات من آدم جينات الخطية لكن بيقول إنه ورث الموقف الخاطي بتاع آدم وصار الإنسان في كل تفكيره معادي لله كل صورة للإنسان عن الله هي صورة مشوهة عن الله ورسها من آدم ولأنه ولد في هذه الخطية فهو صار وارث لهذا الموقف يحتاج أن يأتي الجد ويقدم المفهوم الصحيح ويصالح الأحفاد مع نفسه أنا بس بحاول أشرح لحضرتك كلنا عارفين إنه أي قرار بناخده كأباء أو أمهات بيأثر في أولادنا وكلنا عارفين إنه هذه الأيام على السوشيال ميديا عن الطفل اللي بيسموه طفل المرور اللي أهان عسكري المرور واللي يعني بيتحاكم هذه الأيام هذا الطفل هذا الطفل لو لم يكن أبيه سيء ما كانش طلع بهذا الشكل هو هذا الطفل ضحية مش ضحية مجتمع هو ضحية والدين بايز فحضرتك تعلم جيدا إنه دي بيسموها كوبرت سولدالتي بمعنى إنه في نتائج طبيعية بتأتي على على الشعب نتيجة وجود القائد أو قرارات القائد فهذا هو الجنس البشر كل من ولد من آدم ولد على فكر آدم ولد على طبيعة آدم في عداءه وفي بعده عن الله وفي حبه للخطية وكسر الوصايا كويس ده أول إجابة يعني أنا بحاول أجاوب باختصار لأن موضوع الخطية الأسئلة موضوع كبير ممكن ناخد فيه وقت طويل هل الله بقى أقدم ابنه علشان يرد الشيطان هل هل القتن من بتاع المسيح هي كانت لإرضاء الشيطان مين اللي قال كده مين اللي قال كده هذا فكر ليس الفكر المسيحي لكن هي لإرضاء عدالة الله لأنه مش ممكن أبدا أن عدالة الله تستقيم إن لم يكن الله بيأخذ كامل عدله في دينونته على الخطية زي أي آدي إذا وقف قدامه ابنه كمتهم ما ينفعش يقول له روح خلاص القانون يسقط وأنا أبوك الآدي وأنت بريء لكن لو حكم عليه بحكم والقانون بيقول له إن أجرة الخطية موت أو القانون بيقول له إن أجرة الخطية اللي عملها ابنك ألفين جنيه مصري يطلعهم من جيبه علشان يدفعهم لابنه ويخرجه فموت المسيح كان لإرضاء عدالة الله لأن أجرة الخطية موت وكان لابد أن يموت المسيح لكي ما يكون الله عادل وعدله كامل وعدل الله ومحبة الله وصفات الله ليسوا في تناقض مع بعض لكن في تناغم مع بعض فمش ممكن يكون الله عادل دون أن يكون محب ولا يمكن الله أن يكون محب وأنه عدله عشرين في المية أجي لي الجزء الآخر خاص بإبليس إبليس هو كائن ربنا خلقه كائن محدود ليس كلي العلم وليس كلي المعرفة وليس كلي القدرة لكنه يفوق البشر وسقط زي ما يكلم عنه في إشعياء أربعتاشر وحسقيال زي ما حضرتك ذكر تمانية وعشرين وكانت خطيته الكبرياء وخطيته نبعت من داخله وليس كآدم الذي أغوي من الخارج لكنه الله بيصنع كل شيء في توقيتاتها وفي زمنها وحتى لما نقرأ فأيوب هو لم يهن الله أيوب كتب بسلوب شعري وكتب هي قصة كويس لكنه أيضا لم يهن الله هو بيتحدى في نوع من التحدي آه زي من نهاردة في ناس بتتحدى الله وفي جماعات بتتحدى الله والله ما زال صابر عليهم هو بتحدى الله قال له أيوب بتفتكر إنه أيوب بيكرمك علشان بس كده يعني جمال وجهك لا ده بيكرمك علشان أنت مسيك حواليه ومباركه طب برفع ايدك كده وشوف فالله أراد أن يثبت لإبليس المشتكي أن محبة أيوب غير مرتبطة بعطياه بل محبة أيوب مرتبطة بشخصه فسامح الله لأيوب أن يجرب وقصة أيوب برهنت على أنه فعلا محبة أيوب لله ليست مبنية على أي دافع شخصي أو على أي مكاسب شخصية بل هو بيحب الله ويريد أن يتمسك بالله إلى النهاية فده بالنسبة إلى القصة كلها لكن في النهاية عندنا كتال مؤدس هو قصة له بداية وله نهاية لكن في النهاية كما نقرأ في سفر الرؤية أنه سيطرح إبليس في البحيرة المتقدة بالنار والكبريد لكن الله يصنع كل شيء في وقته طيب أكمل مع حضراتكم محبة الله نيجي إلى محبة الله يقولنا كتاب كده هكذا أحب الله العالم بمعنى إلى هذه الدرجة هكذا إلى هذه الدرجة إلى الدرجة اللي فيها أن الله أعطانا ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم يبقى مجيء المسيح الأول لم يكن لإدانة العالم لكن مجيء المسيح الأول هو لخلاص العالم ولهذا ظهرت محبة الله في مجيء يسوع المسيح وموته من أجلنا هيظهر عدل الله في مجيء يسوع الثاني عندما يدين الأحياء والأموات ويدين كل الأشرار لكن مجيء المسيح الأول إلى العالم جاء لكي يخلص العالم لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم هتقول لي فين محبة ربنا هنا أو محبة ربنا ظهرت فيه أنه لم يترك نا فيه خطيانا محبة ربنا ظهرت عندما أرسل ابنه وحيده وطبعا ابن الوحيد أوعى تفهمها بالمفهوم الإسلامي الجسدي هنا نتكلم عن حاجة أسمى وأعظم من كل هذا نتكلم عن كلمة الله المتجسد كمان يقول لأنه رسول يحن لأن الله محبة طبيعة محبة طبيعة الله المحبة ليست صفة مجرد فالله زي بقية الصفات المحبة طبيعة الله أيضا بهذا أظهرت محبة الله فينا كيف أظهر الله محبته لنا أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به في هذا هي المحبة ليس أننا نحن أحببنا الله وده المفهوم الإسلامي مفهوم الإسلامي ربنا بيحبك لأنك أنت بس بتحبه وده ده اللي قال الرب يسوع إنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم هنا بيقول لنا في هذه هي المحبة ليس أننا أحببنا الله احنا بطبيعتنا مش بنعرف نحب ربنا إحنا بطبيعتنا بنحب الشر إحنا بطبيعتنا بنحب الخطيئة إحنا بطبيعتنا بنحب إن إحنا نفعل الإثم ونشرب الإثم كالماء ده بطبيعتنا شيل القانون من أي بلد وشوف الإنسان المثقف المتعلم ممكن يعمل إيه بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطيئنا أن الله أحبنا وبرهان محبته لنا أنه أرسل ابنه كفارة لخطيئنا أعلن الله محبته لنا نحن البشر بإعلانه في شخص المسيح أنه يحب الخطاء وقد دبر خلاصهم وفدائهم طيب أخذ مداخلة أخرى ونرجع نكمل مع بعض حقيقة محبة الله ألو الأخت سامة ألو مرحبتي أهلا وسهلا بك أهلا بحضرتك مرة تانية شكرا على فكرة اسمي سانة سانة س-a-n-a not سامة هم قالوا لي معلش سانة أول حاجة شكرا لحضرتك المرة اللي فات ما قدرتش أني أرد عليك عشان دي الوقت عشان كده كنت بحاول للوقت أن أتصل بدري تحب أجواب حضرتك أنا أنا هكلم بكلم عن محبة الله فأنا عايز عايز المداخلة بتاع حضرتك تكون عن محبة الله فأنا عندي سؤال لك آه تفضل كويس ممكن تشرح لنا ممكن تشرح لنا كمسلمة اللي يأكد لك ويبرهن لك على إن الله بيحبك لو تحب حضرتك نعمل الحلقة كلها عن محبة الله في الإسلام عشان أنا سؤالي واضح ومحدد أنا كمسيحي أنا كمسيحي أول ما تكلمين عن محبة الله أقول لك إن محبة الله ظهرت في المسيح يسوع في الصليب كبير ده البرهان ده البرهان الذي لا يحتمل أبدا عندنا كمسيحيين أي شك الله بيّن أو يعني أظهر محبته لنا وإذ ونحن بعد خطاه مات المسيح من أجلنا هل ممكن حضرتك تقوليلي فرشور إن أنت كمسلمة ولما حتى تخطئ أو إن أنت في ضعف إن الله ما زال بيحبك بالإسلام آه بالطبع أول حاجة عاوز أقول لحضرتك إن الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى جل جلاله يحب المحسنين يحب المتقين يحب مين يحب المحسنين المحسنين ويحب المتقين كويس فأنا لازم أبقى محسن ويحب المؤمنين كويس لازم أبقى محسن ولازم أبقى طاقي ولازم أبقى مؤمن علشان الله يحبني صح؟ دي بيسموها بيسموها conditional يعني مشروطة يعني مشروطة سواني أنا عايز أوصل للنقطة مهم المحبة عندك بتاعت ربنا مربوطة بشروط كويس هذه الشروط إذا لم تكن موجودة يبقى مش موجودة المحبة زي أي أب أو أي أم كويس هيحب أولاده طول ما هم كويسين في المدرسة أول ما أولاده يسقطوا في المدرسة يبقى أولاده دول مبغوضين ومكروهين في أب أبداً وأم محبين ممكن يعملوا كده ممكن يعملوا كده حضرتك دلوقتي تتكلم عن الأب والأم الأب والأب والأب أنا بحاول أن أنا شوفي محبة الأب والأم المفروض أنها تكون إنعكاس إن تكون إنعكاس لمحبة الله يعني يعني ربنا لما خلق الإنسان خلقه يعكس يعكس شخصه واحدة من الحاجات آه ممكن إحنا كأشرار نعمل أشياء وحشة ممكن أم شريرة ترمي ابنها في النيل كويس لكن أنا أكلم على الطبيعة العامة طبيعة العادية جداً لأي أب والأي أم مش ممكن أبداً محبته لولاده تكون مشروطة فإذا كانت محبة الأب والأم الأشرار زي ما الرب يسوع قالها قال إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحري أبوكم السماوي يهب خيرات للذين يسألونه يعني إن كنت أنا كأب وكأم مش ممكن أبداً أعط ابني طلب سمكة أديله حية ولو ابني طلب خبز أديله حجر لا ده أنا أب شرير بعرفة دي الأولاد عطايا جيدة فكم بالحري بقى الله الكلي الصلاح يعطي البشر فأنت حضرتك المحبة الله اللي بتتكلم عنها دي دي محبة مشروطة قوليلي دليل على محبة الله غير المشروطة للإنسان طب حضرتك تخليلي أكمل اتفضلي حضرتك أول حاجة بتتكلمني على الـ Conditional Law أكي ده اللي أنت قلتيه في الإسلام ده اللي أنت قلتيه أنا مأتيش لا حضرتك أنت حضرتك قلتيلي أن الله يحب المحسنين سواني أنا عاوز بتتأل لحضرتك حاجة حضرتك قلتيلي حاجة واحد قلتيلي أول آية أول آية جات في دماغك أن الله يحب المحسنين والأطقية أو المتقين والمؤمنين كويس؟ فأنا قلتلك أنه دوّن بالتعريف بتاعنا اسمه Conditional Love ممكن يكون Conditional Love عشان إحنا لو جئين نتكلم على Conditional Love مش هللاقي Unconditional Love موجود أصلاً في كتاب المقدس لا سيبك سيبك من الكتاب أتكلم أنا دلوقتي بكلمك سؤال يعني أنت دلوقتي بتعترفي حضرتك أنه ما فيش حاجة في الإسلام اسمها Unconditional Love ما فيش حاجة في الإسلام اسمها محبة غير مشروطة محبة الله في الإسلام محبة مشروطة لابد أنك تكون كويس علشان ربنا يحبك طب أنا مش قادر بقى كويس يبقى أنا مغضوب من الله الله سبحانه وتعالى لحظة واحدة دلوقتي حضرتك حتسبني أتكلم أنا بس بتحور معاكي أنا بس بتحور معاكي لا بس الحوار عنده أدبيات حوار حضرتك أنا كنت بس معك ولما بس إيه أتكلم يا ريت حضرتك بس إيه تسمعني عشان ما تقطعش كلمة كلمة وتقول ولا تقرأ بوصلاة ماشا تمام؟ لأ ما هو لها لها بقية ماشا بس حضرتك خبني بيه أتكلم عشان إيه أقدر أرد على حضرتك أول حاجة إحنا الحمد لله دينا واضح جدا تمام؟ واضح وضوح الشم اللي عاوز أقول لحضرتك الله سبحانه وتعالى لما يقول حتى يقول والقاظمين الغيضة والعافينة عن الناس إن الله يحب تمام؟ لما الله سبحانه وتعالى يقول إنه يحب المتقين ويحب المؤمنين دي آيات كثيرة جدا أنا زي ما قلت الحضرتك دي لازم عليها حلقة لوحدها أو سلسلة حلقات عشان يتكلم عن المحبة في الإسلام والمحبة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وكمان الرسالة اللي جاء بيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بيها تمام؟ حضرتك بتقول لي فقول لك الله سبحانه وتعالى لما خلقنا أحبنا إدانا عقل نفكر به إحنا بنميز بين الحق وبين الباطل يعني والله سبحانه وتعالى بيحب الخير للناس كلهم سواني بس خليني 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 لأنه يعني والله سبحانه وتعالى لا يحب الكافرين سواني أفتسانة سواء كانوا مستحيين سواء كانوا يهود أو سأنوا كانوا مستحيين لا 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 ده أنت ده أنت بتدعي ليل نهار على النصارى وعلى على اليهود أنت بتدعو الليل نهار لا 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 باتتسانة سواني زواني الضلين الضلين والله لا لا خليني بس أسألك يبقى أنت الكلام اللي بتقولي سواء لا الكلام اللي بتقولي حضرتك لأ ا食بلك لنا برهان على أن أنت بتحبنا أقدر أقول لهم 1, 2, 3, 4, 10 أقدمي لي دليل حضرتك أريد رومية 9 حضرتك أريد رومية 9 وبتتكلم عن الاختيار في المسيحية تمام إزاي الله اختار ناس للهلاك وناس لمجده إزاي أستقل بفرعون تمام حضرتك تتكلم عنه موجود في كتابك سيبك من دليل أن أنا ممكن أرد عليك لدوان بكل وضوح أنا ما عنديش أي مشكلة أنا دلوقتي على فكرة موضوع رومية موضوع قد أنا دلوقتي بسألك في الإسلام من فضلك حضرتك بتقول لي إحنا عنديناش أنت دلوقتي جايلي سواني ده فهم غلط وإحنا ممكن نصحع وحيرة الكبريت اللي عندكم سواني أنا بس أنت دلوقتي جاي سواني إسمعيني إسمعيني إنت دلوقتي جاي تقنعيني بالإسلام صح؟ إنت جاي تقنعيني سواني خلينا أكمل إنت جاي تقنعيني بالإسلام وجاي تقولي لي إن الله بيحبك كويس؟ أدمي لي برهان على إن الله بيحب بيحبني أدمي لي برهان إيه البرهان اللي أنت تقدر تقوليه على إن الله بيحبني أو بيحبك أنت أنت للأسف الله لا يحب الكفر الله لا يحب الكفر لا عندي ولا عندك ولا في اليهودية أنا أتكلم دلوقتي على الكتاب المؤدس أدن براهين أنه هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد يعني برهان محبة الله للإنسان القاتل أن المسيح مات من أجلنا أن الله يحب المتقين أن الله يحب المؤمنين عمدين الكلام ده زي موجود في كتابك كمان حضرتك دلوقتي لو طلعوا واحد كافر من عندكم كفر بالمسيحية لازم كمان هو يتعاقب وهنا الله بالطبع من يحبه لأن الله لا يحب الكفر مين اللي قالك ده؟ ما إحنا عندنا مسيحيين عادي وإسميين ولا لهم ألاقب ربنا حضرتك عارف موضوع الرد في المسيحية حدد لك بالمسيحية أنت هدي بيلي من العهد الأديم ومشعر فيك أنا دلوقتي سواني أنا دلوقتي لو حضرتك حضرتك بصراحة ما عندكيش إجابة حضرتك بتتكلمني على الحفظ سواني لا 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 ما عندكيش سواني لا 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 أنا مش هضيع الوقت لأنني ما عندكيش إجابة أنت دلوقتي اعترفت أنه المحبة في الإسلام هي محبة مشروطة مرتبطة بأنينت تكون كويس عشان ربنا يحبك لو أنا بقى مش قادر أبقى كويس لو أنا وحش لو أنا يعني بصارع مع الخطيئة لو أنا إنسان ضعيف هل الله أفل عليها هل الله بيكرهني الإيمان المسيح بيقول لا لا بالطبع لا الإيمان المسيح بيقول لا إنه محبة الله يكره كفرة سواني الله يكره كفرة أنا عندي كمان في الكتاب المقدس لما أجي أتكلم لك على حد الردة ما تقوليش أصل الله بيحب الشخص ده اللي يرتد عشان كده إيه قالوهم ارجموه تماما؟ لا 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 بصي هتجي من دا موس سواني أولا النموس دا ليه أوضاع مرتبطة باليهود ومرتبطة بأمة ومرتبطة بشعب ومرتبطة بجنس ومرتبطة بحفظ هذا الجنس ومرتبطة بحماية هذا الجنس حتى يأتي المسيح مرتبطة بأشياء كتيرة لكن 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 سواني يا أخت بصي بصراحة يعني أولا أولا أنت عارفة أنه دي حقيقة لازم تقولينها حية إنه الله فعلا في الإسلام ما بيحبش كل الناس كويس وإن الله كمان حاجة تانية أنا هتكلم عنها وحابة أتكلم عنها في آخر عشر دقائق إن الله في الإيمان المسيحي ليس فقط إنه هو بيحب البشر لكنه أيضا هو أب للبشر الله أب الإبوة دي إبوة الله مش موجودة في الإسلام إبوة الله دي حاجة شاسة حضرتك عمدي لك سؤال صغير خالص طب هاخد السؤال ده وهكمل أنا موضوعي بس علشان أقدر أخلص اللي أنا عايز أقوله بس صراحة أنا عمري ما عملتها إني رديت على حد في الفيديوات بس أنا حعمل الفيديو وردها لحضرتك في حاجة دي ماشي كويس أشكري حضرتك بتقولي دي وقت حضرتك بتقولي الحب والكلام ده إحنا محاكم التفسير تعالي أندلوس ده ما كانش حبه خالص ده كان تطبيق للإبرانيين لا لا أنت عارفة للأسف أنت عارفة أن دي كلها زي ما احنا بنقول أي مسيحي يتصرف تصرف خاطئ هذا التصرف الخاطئ مش مبني على الكتار المعدس بمعنى إيه؟ يعني لو أنا سويني لو أنا مسيحي النهاردة خلينا كامل لو أنا مسيحي وقمت أتلت لو أنا مسيحي وقمت أتلت مسلم النهاردة ويزدبحته وقلت المسيح هو الله هل التصرف ده مبني على نص كتابي؟ هي دي الخطورة؟ أنا ما عنديش نص كتابي سواني بس لكن عايزة أقولك حاجة اللي حصل في فرنسا واللي حصل في النمسا مبارح كلها مبنية على نصوص كرآنية واضحة وصريحة وعلى أحاديث تبيح الدبح وتبيح قتل غير المسلم ومنادة باسم الله واللي حصل في فرنسا من الولد لا 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 أخطأ لأنه حالة في حكم الشرعي أنا هتطر أخلص لأنه هندخل في دوامة مش هنخلص منها لكن هي الفكرة حضرتك على طرفتي وأنا بشكرك أن أنت قلت أنه محبة الله في القرآن مشروطة إحنا بقى عندنا المحبة في المسيحية غير مشروطة أن الله يشرق شمسه على الأبرار والظالمين آه هو هيودين الخطيئة لكنه إذا الإنسان استمر في رفضه لمحبة الله إذا أنا قدمت لك محبة مرة واثنين وعشر وعشرين وحياتك انتهت دون أن تقبل محبة الله هناك دينونة ليك لكن الكرآن مفهوش محبة المسلم لا يعرف شيئا عن الله الذي يحب كويس هذه المحبة أعلنت لنا في المسيح يسوع وعش كده لما أتكلم عن المسيحية دين محبة أنا عارف أنا أتكلم على إيه لكن أنت أو أنت كمسلمة ما تقدر يشتكلم عن محبة الله اللي الله بيعمله في القرآن ما بيعملهوش الأب الشرير والأم الشريرة مع أولادها لأنه محبة الأب والأم محبة غير مشروطة مش ممكن أبدا ابني إذا صدر منه السوء إن أنا أبغده أنا أقدبه أه لكن ما أبغدهوش أحبه وأحتمل ضعفه وأصلح من ضعفه ما فيش أب أبدا بيحط كده لأولاده عشان تبقى ابني لازم تنجح ولازم تعمل كذا ولازم تبقى لو ما عملتش كده أنت برا البيت ده الرب يسوع قالها بوضوح إن كنتم وأنتم أشرار تعرفونا أن تعطوا أولادكم عطايا جدا فكان بالحري أبوكم السماوي النقطة بقى اللي بتبرهن على محبة المسيح ليس لأحد حب أعظم من هذا وده البرهان اللي عندنا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه تفتكر المسيح مات من أجلنا وإحنا كنا كويسين؟ لا المسيح مات من أجلنا وإحنا وحشين ودي محبة الله المسيح حبنا وخلصنا ودبر أمر خلصنا وإحنا وبعد خطاه مات المسيح من أجلنا وده اللي قاله الرسول بوليس أيضا ولكن الله بيّن محباته لنا لأنه ونحن بعد خطاه بعد خطاه مات المسيح من أجلنا كلام ده متعرفوش في القرآن الحاجة بقى الجميلة جدا في المسيحية كمان اللي بتؤكد محبة الله مش بس أن الله دبر خلصنا لكن الله أيضا أحبنا أبوة الله لا توجد آية وحدة في القرآن تقدم الله على إنه أب محب لا توجد آية وحدة وعمليلي حلقة بقى على كده فمفهوم أبوة الله مفهوم شاز وغريب عند المسلم بل ممكن يكون مفهوم تكفير عند المسلم حاشة لله أنه يكون كده في الإسلام علاقة الله بالإنسان هي علاقة عبد بسيد في المسيحية علاقة الله بنا هي علاقة أب بأبنائه وعش كده رب يسوع لما علمنا نصلي قال لنا أقولوا أبانا الذي في السماوات أبانا الذي في السماوات طيب كتاب المؤدس بيقدم لنا الله على إنه أب محب يهتم بالإنسان وباحتياجاته وبخلاصه هذه الصورة رسمها لنا الرب يسوع في مثل جميل جدا معروف للكل مثل الإبن الضال الذي لا يوجد أبدا مثله أو حاجة قريبة منه في تعليم القرآن أو الأحاديث أو أي شيء في الإسلام بيورينا قد إيه قلب الله بيورينا قد إيه محبة الله بيورينا قد إيه مشاعر الله تجاه الإنسان حتى الإنسان الخاطئ وعش كده المثل ده يمكن حضراتكم يتفرجوا من المسلمين يمكن ما أروش كتاب المؤدس يمكن ما يعرفش عن المثل ده فأنا حابب بقراء وقدموا لحضراتكم وهتولي حاجة قريبة من ده في الإسلام وقال الرب يسوع إنسان كان له ابنان فقال أظهرهما لأبيه يا أبي أعطيني القسم الذي يصيبني من المال في ثقافتنا الشرقية من المراث في ثقافتنا الشرقية يوم تطلب مراثك من أبوك الحي أنت أكنك أنت بتقول أن أبوك مات لكن الأب في محبته فقسم لهما معيشته وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الإبن الأصغر كل شيء وصفر إلى كورة بعيدة وهناك بذر ماله بعيش مصرف عيش بأحياته صرف فلوسه فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة فابتدأ يحتاج فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة فارسلوا إلى حقوله ليرعى الخنازير اللي تعتبر في نظر اليهود نجسة وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوبة الذي كانت الخنازير تأكله فلم يعطي أحد فرجع إلى نفسه وقال كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى سماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا اجعلني كأحد أجراء فقام وجاء إلى أبي وإذا لم يكن وإذا لم يزل بعيدا رآه أبو فتحنن أبو عمل إيه؟ تحنن وركض ووقع على عنقي وقبلوا دا اللي من سميه الحب سورة سورة تؤسر القلب عن محبة الله فقال له الإبن يا أبي أخطأت إلى سماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا فقال الآب لعبيده ما قالش ولا كلمة لابن ولا وبخه فقال الآب لعبيده اخرجوا الحلة الأولى والبسوه واجعلوا خاتما في يده وحزاءا في رجليه وقدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد فابتدأوا يفرحون دي محبة الآب دي محبة الله الآب الله أب لنا بيقبلنا عندما نأتي إليه الله بيحبنا ومازال يحبنا وإحنا خطاء وينتظر عودتنا كما انتظر الأب ابنه الضال أن يعود إلى بيته كل مسلم عبر من الإسلام إلى المسيحية رجع إلى الأب السماوي واختبر محبة الله انظروا أية محبة أعطانا الأب أن ندعى أولاد الله هذه هي محبة الله الذي دبر خلصنا وصار لنا أبا هنكمل مع بعض الحلقة اللي جاية فإلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم ترجمة نانسي قنقر